تجمع الوحلة الوطنية أن هذا التاريخ لا يمكن أن ينسى وأنه مهما اختلف أبناء الفاتح فإنهم في هذا اليوم يظهرون صورة واحدة من صور التجمع الرايات التي كتبت بالإنجليزية تقول لا لأي تدخل أمريكي أو بريطاني في شؤون البحرين ونطلب العدالة لقتيلنا الشرطي ورايا أخرى تقول نحن هنا لخدمتك يا بحرين وأيضا لا للإرهاب الشيخ عبداللطيف المحمود رئيس تجمع الفاتح أعلن أن البعض يستغل السلبيات الموجودة في البحرين ويستقوي بالقوى الخارجية ليتحكم في المشهد السياسي وشدد المحمود على أن الحوار هو سبيل الخروج من الأزمة ويقول الشيخ المحمود صممنا على الحوار لنقول للعالم والقوى التي سانلتهم إيران بريطانيا أمريكا وفجرها نقول لهم نحن هنا لأحضر نارض بحرين المعارضة البحرينية وأغلبها من الشيعة كانت نظمت مظاهرات بمناسبة مرور عامين على بدء احتجاجاتها ومطالبها بتحقيق إصلاحات سياسية أما الحوار الوطني بين الحكومة وفئات من المعارضة فما زال في مراحله الأولية ويبدو بعد كأنه محادثات تتعلق بمحادثات قد تؤدي إلى حوار حقيقي ولتحقيق هذا الحوار الحقيقي لابد من توفر عزم على تنازلات من كل الطرفين زهدراكي دي بي سي